كلما حاولت الأحزاب والكتل السياسية المسيطرة على العراق الخروج من أزمتها المستمرة منذ 17 عاما برزت مشكلة أعمق تسببت فيما وصلت إليه البلاد من خراب ودمار ألا وهي مشكلة الدستور الذي أقره الحاكم المدني للاحتلال الأمريكي بول بريمر وارتضته تلك الأحزاب مشروعا سياسيا لها المظاهرات التي انطلقت في البلاد عام 2011 كان مطلبها الأساسي إلغاء الدستور الذي شرعن الاحتلال ومنح الأحزاب والميليشيات السيطرة على مقالد الحكم والسياسة ثم جاءت مظاهرات عام 2013 وكان ذات المطلب فضلا عن مطالب أخرى لتأتي ثورة تشرين التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019 والتي كان إلغاء الدستور الذي كرس المحاصصة الطائفية على رأس مطالبها وتحت ضغط المتظاهرين قال عضو لجنة تعديل الدستور التي شكلها البرلمان عاد الألامي أن الدستور يتضمن عبارات كرسة الطائفية والمحاصصة التي اقترحت اللجنة حذفها واستبدالها بأخرى لا تشجع على ذلك الخبراء يقولون أن اللجنة مهما عدلت فهناك المادتان 126 و142 اللتان تقفان كحجر عثرة أمام أي تعديل وتمنحان حق التعديل لخمسة أعضاء في البرلمان ورئيسي الجمهورية والبرلمان وباستفتاء شعبي وإن أي تعديل لا يلبي مصالح الأحزاب السياسية يمكن رفضه في ثلاث محافظات تصيدر عليها تلك الأحزاب هيئة علماء المسلمين وصفت مسودة الدستور بأنها تماهد لتقسيم العراق وأن ذلك ينسحب على الإدارة الأمريكية التي راعت العملية السياسية وتدخلت فيها تدخلا سافرا وأدخلت البلاد في مأزق سياسي واعتبرت أنه لا بد من كتابة دستور يحفظ للعراق وحدته ومصالحه العليا ويحظى بالقبول التام سياسيون اعترفوا صراحة بأن الدستور ملغم وفيهما وصفوها بالقنابل التي يمكن أن تفجر الأزمات في أي لحظة داعين إلى تغييره أو تعديله ومنهم نور المالك وإياد علاوي وآخرون كثر ولكن جاءت دعواتهم واعترافاتهم هذه بعد خراب البصرة كما يقول مراقبون